لكن تعالوا نروح لأحسن لعبة قرى طائرة في أفريقيا وفي مصر طبعا الكابتن فريدة العسقلاني واللي حصلت على أحسن لعبة في بطولة أفريقيا وأحسن سينتر بلوك في البطولة واحدة من أهم اللعبة اللي سهمت في فوز الزمالك ببطولة كأس مصر وفوز الزمالك لأول مرة في تاريخه بالبطولة الأفريقية وهي كانت لعبة النادي الأهلي في السابق ولكن أيضا والدها كان واحد من نجوم نادي الزمالك في الكرة الطائرة يا كابتن فريدة ألف مليون مبروك وحمد الله على السلام الله يبارك في حضرتك شكرا جدا الله يبارك في حضرتك شكرا لا بجد مليون مبروك وقولي لي مشاعرك يا فريدة أنت عايزة يعني هكلمك كرياضي زي كده أن أنت منتقلة من نادي كبير اسمه النادي الأهلي وبيحصل على كل البطولات لنادي لم يحصل على بطولات من 1984 وبيكون فريق جديد وهو طبعا المنافس الأزلي للنادي الأهلي وانت بتمدي وانت بتاخدي القرار كنت ألأنا خايفة شايفة الدنيا في إيه آه طبعا في الأول ما كانش كرار سهل خالص بس أحب أقول أن أي رياضي هيفهم كلامي ده جدا أن الرياضة منافسة يعني أي رياضي تخيار ما بين أن نخش بطولة هتقوله أنت تكسب فيها كل المطشات وهتاخد أول مستريح ولا هتخش بطولة تانية أنت أول مش ممكن تطلع أول تاني تالت بس فيها منافسة أي رياضي هيختار أن نخش البطولة اللي فيها منافسة وفرق قوية عشان ينافس ويكسب فطبعا أن يكون فيه منافسة في رياضة الفولي في مصر ما كانش موجودة الفترة اللي فاتت خالص فده كان عامل كبير وشالنج كبير لنا أن احنا نخلق منافسة في كرة الطائرة النسائية في مصر فدي طبعا حاجة كانت كويسة وحلوة قوي دينا الحب اللي انتقلوا دول فكان شالنج جديد وكبير قوي بالنسبة لنا واستمتعنا بقى بالرياضة بجد واستمتعنا وكل الفرق اللي حوالينا بقى فيه دوري قوي وبينافس نخلين المتش مش عارفين مين هياخد الدوري في أولي السيزن مش عارفين مين هيكسب المتش فدي معنى الرياضة بجد فلما تعمل مكسب مختلف جدا سواء بقى لما كسبنا الكاس أو كسبنا أفريكيا وتعمل مكسب مختلف وتعمل مدنيا مختلف جدا على قبل كده فطبعا لقى اختيار سليم جدا ومبسوطة أن الرياضة النسائية في مصر في الكرة الطائرة تغيرت وتفكير بقى بنات كثيرة أكيد في الصغيرين هيبدأ يتغير من اتجاه الاحتراف مثلا وهم يروحوا نادي كبير لأ مش هنرفضل نروح النادي مثلا اللي بيكسب على طول لا عايزين ننفس وعايزين نلعب فطبعا الفكرة كلها تغيرت ودي حاجة تبسيتني جدا طب عايزة أقولك حاجة والله فريدا انت بقالك كم سنة في النادي الأهلي قبل ما تيجي الزمالة ستة طب يعني مش عارف صح كلامي أنا حاس ان انت اتشهرتي في السنة دي أكتر من يعني ست سنين اللي فاتوا يعني اتشهرتي ان انت أولا راح نادي ماخدش بطولات على مستوى النسائي فجبتي بطولتين اتشهرتي ان انت انتقلت من الأهلي الزمالك فحصل لغط ابتدت السبوت زي ما انت قلت التنافس بيخلق بإخلق مشاهدة بالذبت هو دا اللي حصل فعلا فكرة الانتقال ما بين نادي كبير لنادي كبير هي دي اللي لفتت الانتباح من الأول خالص يعني اللي هو فيه أربع لعيبة خمس لعيبة مرة واحدة مشوا مع بعض وراحوا زي مايك هو دا لفت انتباح ناس كتير جدا اللي هو يعني زي عملتوا كده فبقه يتابعوا اللي هو إيه دا طب احنا عايزين نشوف بقى المنافسة دي هتوصل دايه في الآخر طبعا الناس انتوا هتخسروا كده كده وناس دانية لأ انتوا هتعملوا فرق ففيه جدل كبير قوي هو يعني اللي بتقال هو اللي عمل الدجة دي وبعد كده بقى طبعا لما رحنا وكان تحدي كبير وكسمناه ده بقى اللي هو لأ انتوا فعلا عملتوا حاجة يعني أنا بالنسبة لي ده كان تحدي لنا كلنا كبير جدا يعني أكبر تحدي لكل اللي عيبة اللي مشيت في كاريرها الرياضي كله فعننا احنا كمان نجحنا فيه يعني أنا أسميه طبعا نجاح حتى باختارة الدوري معنى أنا ما كناش نتمنى دي بس طبعا ده موسم ناجح بالنسبة لنا نحن قدرنا نعمل تاريخ للنادي اللي احنا رحنا له أول مرة يبقى فيه اهتمام برياضة نسائية وعرفنا نجيب مداليا ذهبية بقالها كتير قوي غايبة فده من نسبة لنا تاريخ يعني وحاجة كبيرة قوي انجاز يعني عايزة أسألك سؤال تاني والدك كان من نجوم الزمالك صح؟ اه صح وانا عارف ان الزمالك ما كانش عنده فرقة وبالتالي كانت افضل فريق ليكي هو النادي الاهلي وليلي مشاعره بعد اختيارك الزمالك وعودتك للنادي اللي هو كان بلعب فيه ايه ما سمعتش ممكن تاني؟ يعني مشاعره كاب ان انت سبتي الاهلي وروحت الزمالك النادي اللي هو كان لعب فيه قالك حاجة؟ اه صدي قطع معلش والله قوليني الوالد انتقالك للزمالك كان رد الفعل الاسرة عليه ايه؟ اه لا انا برضو مولودة في اسرة زمالكوية جدا انا بابايا لاعب في الزمالك اه اخوي لاعب في الزمالك مومتي كان بتلعب في هليوبلس وراحت اعارة مرة بطولة في الزمالك فهي العيلة كلها زمالكوية وزي ما حيث قلت في عنا سنة 2016 لما كنت تنادي هليوبلس وراحت وكان عندي الاختيار وقتها ما كانش فيه اهتمام بالرياضة النسائية في الزمالك ووقتها كان الاهلي هو المهتم جدا وساعتها كان بيشارك في كل البطولات بقى افريقية فساعتها يعني هو ده كان انسب كتير وقتها بس دلوقتي طبعا لأ بابايا كان مبسوط جدا وطبعا دلوقتي يعني فاسعد ايام ويعني ايام حيات اللي هو بيشوف ان انا بعيد ذكريات لي زمان وحاجات كده لأ طبعا الاسرة حوالي طبعا كلهم زمالكوية فمبسوطين جدا طب فريدة الناس اتهموكو ان انتو انتقلتوا للزمالك عشان الفلوس يعني العقد كبير واضعاف اللي بتاخدوه في النادي الاهلي فانتقلتوا عشان الفلوس تقولولهم ايه؟ والله الفرق مش كبير خالص والله العظيم دعنا بشوف ارقام بتتكتب دي مش حقيقة خالص والله يعني الفرق مش كبير خالص والله مش قادرة مش عايز اقولك ارقام بس حاجة بسيط دنجيد دنجيد يعني حاجة مش ما تغريكيش كلعابة يعني حاجة المبلغ الفرق مش اللي هو مغري قوي يعني لا والله يا ابدا لا يعني مش عشان كده خالص مش هقول يعني مش عشان كده خالص والله طيب وانتو راحين بطولة افريقيا كان فيه كلام انتو تروحوا ما تروحوش الفلوس قلتو مش عايزين مكافئات دلوقتي بس نصفرونا انا وانا شايفكم وانتو بتعملوا ستوري او حاجات على انستجرام وكده وانتو في المطار كأنكو يعني ايه في رحلة يعني كأنكو طلقين رحلة وكلكم كأسرة طايرة السيدات فرحانين قوي وكان بيتقال ان مية في المية الرجال هيجيبوا البطولة ويعني السيدات الامل يعني فيه اتنين اجمد يعني كفرق فيه اتنين اجمد من الزمالك فيعني لو وصلوا النهاية دي بحاجة كويسة رد فعلك على من بداية الرحلة لغاية دلوقتي لا مصممين ان احنا نروح عشان شايفين احنا نعرفين البوتانشيال بتاعنا احنا كوية جدا وكونون جدا في امكانياتنا مش بلس على مستوى افريقيا وكنا عايزين نروح ففعلا انهم قالوا اننا مفيش فلوك وانحنا الحمدلله لحد اخر لحظة عرفنا نسافر احنا كنا مبسوطين احنا في جو ما بينا فرقة ان احنا كلنا نحب بعض وفعلا احنا كأننا عيلة كده مع بعض مش 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 طلعين راحة لكن طلعين فعلا بالنافس وعيطة طولة جدا اه لما هناك انا يعني احنا مع الاهلي كنا نعرفين الفرق اللي هناك وعارفينهم كويس اه لأ في مستوى في اربع فرق جمزين قوي والتيبلاين والكيبتوها كينيا وكرتاج وصرفة قوي قوي يعني انا اكبر اكبر كارتاج فيها جيمة هوا السنة دي اه والجزائر قوي قوي فاحنا لما رحنا وتفرجنا عالماتشاط اللي هو ايه ده لأ دي الماتشاط متسقيلة جدا حتى وحنا من كارتاج وبيبلاين لما احنا مش عارفين احنا مش عارفين عايزين نقابل مينة الفينما الكتر من فرقتين اكوية هنقول يا رب بص يعني الكسب ان شاء الله هو هيكون الخير لكده كده بس رحنا هناك وتوكلنا على ربنا وعملنا اكثر مجهود لنا ودرسنا الفرق كويس جدا وكان عندنا يعني كل قبل كل ماتش خطة هنلعب على مين وهنلعب ازاي والحمد لله يا ربنا كرمنا ووفقنا قوي يعني طبعا انجاز تاريخي بالنسبالك رغم ان انت متعودة على بطولات وعلى الفوز بكل البطولات في محلية بس اعتقد الفوز مع بطولة مع نادي تاني ده بيبقى زي ما بيقولي كده تحدي في الرياضي يعني حاسيتي ان انت فرحاتك بالبطولتين دول فرحة كبيرة مختلفة اه طبعا وانا زي قلته هيكفل اول لما بيكون فيه منافسة قوية ويكون داخل من اول السيزن انت مش عارك مين هيكسب بتبزل اك اقصى مجهودة عندك وكبل بتتعب جدا بتبقى اللي هو مش قادر تبطل تمين عشان عمال تقول ايه لا ممكن الحب الزيادة دول هم اللي هيخلوني اكسب في الاخر فاحنا من اول السيزن كلنا بنفس المنتاليتي دي اللي هو بنتمرن جيدة بنروح الجيم جيدة بنعمل كل حاجة جيدة عشان احنا مش عارفين في الاخر احنا هنكسب ولا لأ طبعا لما جينا بقى في الاخر حصلنا اول صدمة اللي هي الدوري بقى حاجة حلوة جدا في فرقتنا ان احنا بجد مش منستسلم احنا متعودين مع بعض واتفقنا من اول يوم جينا فيه احنا لحد اخر نقطة في السيزن احنا مش هنستسلم الجيم الاول نقطة راحت هنشوف اللي بعدها. الجيم راح هنشوف اللي بعدها. ماتش راح. يعني حتى احنا في الادوار التمهيدية خسرنا مرتين من الاهلي. قلنا خلاص ماتش راح هنشوف اللي بعده. بطولة راحت هنشوف اللي بعدها. وده فعلا اللي حاصر كان الفرق من الدورة والكاس. اسبوع واحد بس. وعرفنا نلم نفسنا كويس جدا ان احنا نخش الكاس ونكسبه يعني. فاحنا ما قضينا يعني ده بالنسبة لي موسم استثنائي جدا في الخسارة بتاعته وما كسبه. فبالنسبة لي ده احلى موسم. طريبا على عيبته في حياتي. علشان في دغوطات كتيرة قوي حصلت ومنها طلع النجاح اللي في الاخر الكاس وافريقيا. فطبعا لأ احنا افريقيا مكناش مصدقين نفسنا. كان عجموت من الفرحة يعني عشان احنا فعلا اول مرة نشارك وكسبناها. وتحدي كبير قوي من اللعيوة لكلنا اللي روحنا من الاهلي للزمالك. وفرقة جديدة. فلأ طبعا فرحة مختلفة تماما يعني. البطولة دي مؤهلة لكأس العالم للاندية. صح? اه صح. هل هل كنت في الاهلي لعبتي في كاس العالم للاندية? ولا دي اول مرة? لا. لا ما دي بقى صدفة تانية يعني سبحان الله من عند ربنا. احنا كان كل مرة بيقعدنا في الاهلي المرات اللي كسبناها. كانوا بيقعدوا لنا ممكن نروح في الاخر لحظة يعني يعني كل مرة بتتلغي بيقولوا لأ دي اول مرة دي برضو صدفة حاجة من عند ربنا. يقول لنا من قبل بطولة ما تتلعب اللي هيكسب هيروح كاس عالم. فطبعا دي حاجة بقى يعني يعني حظ لينا يعني. طيب عايز تقالك سؤال احمد مرتضى منصور المش في العام على الفريق. كان دايما يتقال عليه ده مزبط الفرقة وبخلص فلوس النادي عليك وواخدين حقوقك وتلت وامتلت. وبعد كي اكتشفت يعني ان انت مش واخدين حاجة. والفلوس. اه الله. قلوني علاقتك بالمش في العام. علاقتكم بالمش في العام ودوروا مع الفريق. لا والله يعني هو فعلا يعني هو سبب ان احنا نروح بطولة افريقيا. يعني هو قاعد معينا قبلها بيوم. وفعلا كان عندنا ازمة مالية. وهو اللي قال لنا. لأ وهو يتصرف لنا. يعني هو بجد لحد اخر لحظة احنا احنا كنا قاعدين في السرارة حين نتمارن الساعة خمسة. حجزنا سلنا التمرين وروحنا عشان نسافر بالليل. احنا فعلا ده اللي حصل. وهو اللي تصرف لنا لحد اخر لحظة في الفلوس وكل حاجة. فلأ يعني هو طبعا ليه سبب كبير ان احنا نطلع ونروح البطولة دي يعني. هل كان ليه دور في الصفقات الاربع العيبة? كان ليه دور? كان هو اللي كلمك? ايه 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 طب. اه. 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 هو اللي جابنا فعلا. بس بس في اشعايات برضو قلت حالتك ان احنا بناخد ارقام هلمية وده يعني ده برضو مش حقيقي. واحنا بناخد فلوس زينا زي النادي بالظبط. يعني وقت ما النادي بياخذ اي فرقة تانية تخبروز احنا بناخد معا يعني. مش بناخد زيادة ولا لوحدنا وكلام ده مش حقيقي. اه اه. مرتاحة نفسيا وانت في النادي الزمالك? يعني انت انت بقالك ست سنين وتروحي جزيرة وتروحي تتمراني في النادي الاهلية او في نادي مئة نصر. مرتاحة وانت موجودة في النادي الزمالك? اه بصراحة لا مرتاحين مع بعض. احنا رحنا كابتنا احمد فتحي برضو كان مسكني من زمان في هليو بلس. ومسكني سنين كتير قوي في المنتخف فانا احنا كلنا متعودين عليه وعارفينه. وقردي فيه انا واربع لعيبة تنمين كنا برضو مع بعض عشرة عمر وكمان احنا بقى اخدنا قوي وهنا سنة جاية معايا برضو انا عرفها من زمان من هليو بلس. واخدنا قوي على اللعيبة بتوع الزمالك ياسمين نوح برضو انا عرفها من المنتخب من زمان. فاحنا فعلا نكوننا عيلة مع بعض وكلنا بنحب بعض جدا وكلنا بنشتغل على هدف واحد ولما حد يكون مثلا مش في المود او مثلا في وقت اوف بتاعه وكلنا متشجعوا عشان نطلع ففعلا احنا كوننا روح حلوة كلنا بقنا نحب نروح التمرين ونشجع بعض. فلا طبعا كنا كلنا مرتاحين نفس ونفسدين قوي مع بعض. رغم من النادي الاهلي عنده اتنين محترفات. انت عندكم محترفة واحدة. واعتقد افضل محترفة في مصر. واعتقد على حد علمي ان الاستاذ احمد مرتضى منصور وانتو كمان والمدير الفني كانت احمد فتحي في فكر لتدعيم الفرقة السنة الجاي. صح؟ ان شاء الله. اه. انتو كمان زمالكو في الاندية الاخرى اعتقد انتو برضو ببقى لكو دور ورؤية مع الكابتين احمد فتحي اه فلانا لازم تيجي مع يعني اه لازم يكون معنا محترفة تانية في مكان اخر. طبعا لا احنا طبعا الفرقة اللي عملنا هذه بداية ونويني ان شاء الله ان احنا ندعم ويعني هو حتى الادارة يعني نويني دعمه ويكملهم الفرقة دي تكمل ان شاء الله واحنا لنا نحنا نسجل محترفتين اه وميوكا كانت احسن اه ده المحترفة بتاعتنا احسن محترفة كانت موجودة ده بالرغبة فعلا الاهلي عنده محترفتين بس انا شايفة ان ميوكا فعلا هي يعني فرق كبير جدا يعني. وان شاء الله السنة جاينا قدر جيد محترفة كمان. وندعم الناس برضو من المشتوى المحلي. وعشان نقدر يعني نكيب باب بالفرقة ونفس المشتوى الى احنا في. اه 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 في وعد من مجلس الادارة على المشتر والمش في العام احمد مرتضى منصور على المكافئات. اكيد متاظرين كلكم. اه. اه. بليلي احمد مرتضى منصور قال ايه في الموضوع ده؟ قالله ان احنا بثورة هناخد مكافئات عشان نكاسل افريقيا. وانتوا متاظرين ده ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله انتوا كده الموسم بنسبة لكم ته اه كده الموسم خلاص فقد اللينا بس ماتشاعة البيتش فالي يعني بس في مستوى الاندو خلاص اه وبالنسبة لكاس العالم الانديه هيكون بتاريخ ايه في شهر التسعة ان شاء الله في الهند شهر التسعة في الهند ولسه بقى القرعة وهتعرفه هتلعبه مع مين وكده يعني لسه بده اه لا لسه بدري اه بس اعتقد بطولة مهمة وتكتسب خبرات قوية جدا جدا تفري معاكوا يعني ان شاء الله بإذن الله اه طبعا ان شاء الله مبروك فريدة العشقلاني شكرا جدا افضل لعيبة في افريقيا وافضل سنتر بلوك في افريقيا لعيبة نادي الزمالك